مغنية وراقصة كولومبية جميلة عرفت بأصولها العربية وحققت شهرة عالمية واسعة لقبت بملكة الجوائز العالمية وسيدة الغناء وأثارت علاقاتها العاطفية الجدل في مناسبات عدة تجيد الغناء بأربع لغات وقد فضلت لاعب برشلونة على نجل رئيس مشهور نحن اليوم أمام قصة حياة فريدة من نوعها بطلتها المغنية الشهيرة شاكيرة ولدت الفنانة شاكيرة إيزابيل مبارك ريبول المعروفة فنيا باسم شاكيرة في مدينة بارانكيا في كولومبيا في الثاني من فبراير من عام 1977 يعود والدها دون ويليام مبارك إلى أصول عربية حيث قدمت عائلته من قرية تنورين اللبنانية بينما تملك والدتها الجنسيتين الكولومبية والإسبانية وبذلك كونت نجمتنا شخصيتها من امتزاج ثلاث حضارات مختلفة كانت شاكيرة الإبن الوحيدة لوالدتها بينما يملك والدها ثمانية أولاد من زواج سابق كانوا الإخوة الغير أشقاء لها قضت سنوات طفولتها في بارانكيا وفي سن مبكر بدأت تظهر عليها علامات الشغف بالفن والغناء ورغم ذلك كانت موهبتها تتعرض للتنمر من أصدقائها في المدرسة الأمر الذي زاد من إصرارها على النجاح وبينما لم تبلغ الثامنة من عمرها كتبت أول أغنية لها وتعلمت العزف والتلحين وبسبب عمرها الصغير لقبت في منطقتها بالطفلة المعجزة وبعد سنوات قليلة وتحديدا عندما أصبحت في الثالثة عشر من عمرها وقعت أول عقد موسيقي لها وفي نفس العام تركت مدينتها بارانكيا وانتقلت مع عائلتها إلى بوغوتا وفي ذاك المكان ستكمل سعيها نحو تحقيق حلم حياتها في بوغوتا عملت شكيرا على تنمية مواهبها وبدأت تدخل إلى عالم الغناء شيئا فشيئا أصدرت ألبومها الأول سحر والثاني خطر وعلى الرغم من عدم تحقيقها شهرة واسعة فيهما إلا أن ألبومها الثالث أقدام حافية حقق نجاحا باهرا ليكون المحطة الأولى في شهرتها العالمية وعن سبب تسمية هذا الألبوم يحكى أن والدها مر بضائقة مالية كبيرة واضطر لبيع أثاث منزله الأمر الذي ترك فيها حزنا كبيرا وعندها قرر استحابها إلى منتزه يرتاده الفقراء لترى المعاناة وتصبح مقتنعة بحياتها فرأت الأطفال الصغار يلعبون وهم حفات وعليق هذا المشهد في ذهنها فترة طويلة فراحت تؤدي حفلاتها حافية القدمين وأسست جمعيتها الخيرية لرعاية الأطفال الفقراء وهي في سن العشرين تتالت ألبومات شكيرة وأغانيها الناجحة وعرفت بخلطها للغناء اللاتيني مع الروك الأمر الذي أعطاها شهرة كبيرة في الدول الناطقة بالإسبانية وبعد فترة وجيزة قررت الانتقال مع عائلتها إلى الولايات المتحدة لتستقر في مدينة مايامي وأصبحت من أهم مغنيات الباب وبدأت تحصد جماهيرية واسعة هناك لاسيما حين أطلقت ألبومها خدمة غسيل الملابس الذي كان بوابة شهرتها بين الشعوب الناطقة بالإنجليزية ولاحقا شملت شهرتها العالم كله فأصبحت إحدى أشهر النجوم الصاعدين واكتسحت ألبوماتها الأسواق لتحقق أعلى نسب مبيعات بفضل صوتها الرخيم ورقصاتها الخرافية التي أبدعت في آدائها خاضت شكيرة العديد من التجارب العاطفية لم ينتهي أي منها بالزواج أو الاستقرار لم تخفي نجمتنا علاقاتها عن الجمهور اعترفت أنها وقعت في حب خمسة رجال في حياتها وأن تجربتها الغرامية الأولى كانت في الثالثة عشر من عمرها كانت علاقتها مع المحامي أنتونيو دولاروا ابن الرئيس الأرجنتيني السابق أكثر هذه العلاقات إثارة للجدل فقد ظهر سويا لمرات عدة وأعلنا عن خطوبتهما قبل أن يتفاجأ الجمهور بانفصالهما بعد عدة سنوات وقد صدم أنتونيو المتابعين بعدما طالب شكيرة بدفع مبلغ 250 مليون دولار كتعويض عن مساهمته في النجاح الذي حققته ويقال أن دخول لاعب كرة القدم الشهير جيرارد بيكي على حياة شكيرة كان سببا في هذا الانفصال استطاع لاعب برشلون الوسيم أن يسرق قلب شكيرة منذ اللقاء الأول وبدأت العلاقة بينهما تتعمق شيئا فشيئا لا سيما بعد أن اشتركا في الحملات الترويجية لأغنيتها الرسمية واكا واكا الخاصة بمونديال 2010 وبعد فترة قصيرة بدأت علاقة الحب تظهر إلى العلن واستمرت حتى يومنا هذا وعرف عنها نجاحها الملفت وقد أثمرت هذه العلاقة عن إنجابهما لطفلينهما ميلان وساشا وقد لاقت علاقة شكيرة بيبيكي الكثير من الانتقادات بسبب فارق العمر الكبير بينهما والذي يبلغ عشر سنوات لكن هذه الانتقادات لم تؤثر على الثنائي الذي لا يزال يعيش حالة من التوافق والوئام حتى اليوم عرفا عن شكيرة أنها كانت تؤلف أغانيها بنفسها الأمر الذي ميزها عن غيرها من المغنين كما تفردت بقدرتها على الغناء بأربع لغات هي الإسبانية والإنجليزية والإيطالية والبرتغالية فضلا عن ذلك حصلت نجمتنا على معدل 140 في اختبار الذكاء الأمر الذي يشير إلى موهبتها وتمكنها من مختلف المجالات وقد تميزت عن غيرها من راقصات الغرب ببراعتها الكبيرة في تأدية الرقص الشرقي الأمر الذي يدل على تأثرها الكبير بأصول عائلتها العربية أصبحت شكيرة من أكثر النجمات العالميات حصولا على الجوائز بمجموع 30 جائزة عالمية كما كرمتها منظمة الأمم المتحدة ونالت منصب سفيرة النوايا الحسنة وهي لا تزال حتى يومنا هذا تبهر الجمهور بأغانيها وإطلالاتها الجميلة التي دخلت قلوب الجميع ترجمة نانسي قنقر